السلام عليكم الداري في هذا الفيديو ثلاثة من الأخبار التي يخصون المنتخب المغربي وإحصائية الزياش تبقى في تاريخ العرب في المونديال وأيضاً ماذا قالت الصحافة البريطانية على الزياش بالدلائل أيضاً سنختم بماذا قال الهولندي السابق رافايل فاندرفارج بتصريح خيالي خرافي على الزياش ويتحصر بقوة على المنتخب الهولندي نبدأوا بتفاصيل أول حاجة بعد ما سنزل زياش أول هدف في المونديال بطريقة اللي زواينا صراحة ولمس الدكية والتي معروف عليه هذا الهدف خلي زياش يولي صاحب أسرع هدف لمنتخبات العربية في تاريخ المونديال في التقيقة 3.30 وأيضاً سجل هدف أبعد لمنتخبات العربية في التاريخ المونديال من مسافة تقدر ب30 متر على مرمى الخصم وأيضاً زياش أو ثالث لاعب مغربي يسجل ويصنع في نفس المباراة وذلك بعد تونقي مصطفى حجي وعبد جليل في المونديال ويتحصر في المغرب وبالنسبة الخبر الثاني كخص زياش والصحف البريطانية وبالخصوص ديسان ذكرت صحيفة ديسان اليوم أن ميلان ينوي الدخول في مفاوضات مع تشيلسي لضم زياش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموثرة الناد الإيطالي يرغب في ضم اللاعب بشكل نهائي ولكن بداية للموثم المقبل بعد ما زياش ألق فاد المونديال بأسيست وهدف كان أعتقد بالليء فرق أخرى سيدخل على الخط مع ميلان لكن الأقرب له هو ميلان حالياً ونختمه مع أسطورة شولندا واللاعب اللاعب مع ريال مادريد وتطنامه فرق عالمية وهو فاندرفارت تسمعه مزيان أخوش نقال سريح بزاف بعد تقلق زياش أحب إعادة هذا الهدف مرة أخرى وبالتصوير البطء له هدف زياش إنه هدف رائع سيزيد منطقة زياش الذي يمر بموسم سيئ مع تشيلسي وكون زياش يتقلق في المونديال فهذا دليل على جودة مواهبه وقدراته وهنا فني يقول كلام لي بزاف الخوش مؤتر في كل مرة أشاهد فيها زياش أتأسف لكونه لم يلعب لمنتخب هولندا لقد ضاعت فرصة أن يلعب مع منتخبنا يا أنا الخوطرش حاجة تزاف إن شاء الله فرصك